أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ورد منذ قليل خبر عاجل من سوريا أظهرت اللجنة الأولمبية السورية اليوم قرار بفرض عقوبة الطرد على لاعب المنتخب السوري السابق فراس الخطيب ونص القرار على طرد الخطيب من اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي العام بسبب مخالفته قيم ومثل المنظمة وخروج وعن مبادئها الوطنية وفق ما ورد في النص وجاء ذلك بعد مشاركة الخطيب في مباراة استعراضية على هامش بطولة كأس العرب في كطر وتبين أنها كانت تحت إشراف مدرب إسرائيلي يدعى إفرام غرانت ما أصار جدلا واسعا حول مشاركة اللاعب السوري وجرت مباراودية بكرة القدم بين أساطير العرب ونجوم العالم على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب قطر 2021 وانتهت بفوز أساطير العرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها وقاد منتخب نجوم العالم الإسرائيلي إفرام غرانت مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق والذي شغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي منذ عام 2002 إلى عام 2006 ترجمة نانسي قنقر